اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ما ندخل بالكوارث والمعلومات التي نسمحها من خلال النواب من خلال الوجان من خلال أيضا ضيوفنا في الثامنة تقييمكم لما حصل في جلسة أمس عفوا ولماذا لم تمرر وزارة التربية اللي كانت هي من حصة المحور الوطني تفضل بالنسبة لكابينة الوزارية كان فيها شكاليات كبيرة نعم اصرار عادل عبد المهدي على بعض الأسماء الوزراء أو المرشحين لنيل تسنم وزارات هذا الاصرار كان خاطئ طبعا بالنسبة لكل العراف العراف سوى على صعيد الكثل السياسية أو صعيد على مجلس النواب اليوم رئيس وزارة عادل عبد المهدي أعتقد يعني لا يسمع من جميع الأطراف يسمع من طرف واحد إذن أخذت الصفة الحزبية بشكل كبير وغادر قضية العدالة بين الكثل السياسية وغادر الاستحقاق الانتخابي بالإضافة إلى هناك استحقاق وطني يجب أن تأتي لهذه الوزارات شخصيات وطنية كفوئة تدير هذه الوزارات بشكل مهني بعيدا عن التحزب بالحزبية ولكن للأسف نحن نرى في حكومة عادل عبد المهدي شخصيات متهمة بالفساد شخصيات متهمة بالأرهاب ولكن لحد هذه اللحظة لم يحرك أي ساكن بهذا الاتجاه له أي رئيس وزراء غير عادل عبد المهدي أصبحت ثورة ضد هؤلاء الوزراء وحاسب الكتل التي رشحت وهؤلاء الوزراء المتهمين بالفساد ولكن للأسف اليوم البلد يتجه إلى منحدر خطير باتجاه طبعا باتجاه الفساد وباتجاه بيع وشراء المناصب بشكل علني أصبحت الآن اليوم لأن أنت اليوم اليوم أنت كوزراء توصلنا معلومات عليهم هذا باع فلان مدير عام الأخ باع الوكيل الفلاني أخرج الوكيل وجاب وكيل فلان بمال بمال حسب معلومات التوصل وأنا أقول لك هاي جميع رؤساء الكتل يدرون بهذا الموضوع ولحد الآن صمت عادل عبد المهدي حقيقة أرعب نحنا كنواب عليش ساكت بالاتجاه الاتجاه بناء الدولة بشكل مؤسساتي اليوم المؤسسات تنخر بهذه الطريقة اليوم نهاية حقيقة نهاية العملية السياسية لربما تكون على يد الدكتور عادل عبد المهدي بسبب الضعف وبسبب عدم وجود إدارة حازمة ممتاز يعني توصل للمعلومات توصل مثل شو تقول لي هذا الوزير اليوم بدل أربع و بأدلة المعلومات أدلة أنت اليوم أنت تبدل مدير عام أو تغير مدير عام تجيب مدير عام هذا دافع مليون دولار هذا دافع 350 هذا كذا حد الآن حسب ما سمعنا و حسب ما نشر بالفيس لعدة أطراف سياسيين أنه فقط و بخ الوزير توبيخ خلاص بس كلام أنت لا تنقل أنت مع العلم ما وقف هذه الإجراءات دكتور عادل دكتور حيدر العبادي كان نعم بحكومته أتحدى وزير ينقل وزير لا بعلم السيد العبادي في وقته السيد العبادي و بعلم الأمان العام المجلس الوزراء و بطريقة قانونية إن فتح تحقيق هذا التحقيق يجري على مدير عام سوى وكالة أو أصالة بالتالي هذه الإجراءات يعني اليوم أنا من أنطل الوزير وزارة وزارة هو مو ملكة الخلفة وهي ملكة كل العراقيين ما لحق يصرف بشخصية مهمة يجوز الرجل يقول لك أنا فريق الوزارة بعده ما مكتمل استاذ طلال ليش دي الخبصة استاذ طلال اليوم بس أقول لك شغلة واحدة اليوم أنا من أجي وزير في وزارة ما أقدر أقيم الموجودين خلال ثلاثة يام أربعة يام أو أسبوع أو أسبوع أنا ما أسمع بالكلام المفروض كوزير ما أسمع من فلان وعلان أو الاتجاه بس أنا اليوم إذا أبيت فت قضية معينة أريد الهدف من عنده بيع الشراء وعندي مصالح لجنة اقتصادية حتى تمشي الأمور بطريقة حزبي أو بطريقة الفساد أجي أغير كل الكادر الموجود وإذا لم تحاسب الوزير رح تزداد المفاصل الوزارة فسادا يقول لك أنا إذا الوزير باع مدير عام يجي رئيس القسم يعني إلى الآن السيد عادل عبد المهدي لم يقم بواجبه الحكومي وفق المستوى المطلوب اللي تحدثت بي قبل قليل بالتأكيد وهذه علامات خطيرة طبعا أكون ندم على تنصيب الرئيس وزراء أستاذ طلال توصليش والله الأجواء العامة للنواب الوطنيين مستعين جدا عجيب وقلقين من هذه التصرفات بسبب هذه الأفعال التي ليس لها ردة فعل قوية من رئيس وزراء لحد هذه اللحظة أنا حتى العقود هناك عقود تجارية للأسف ما جاي راعيها لازم هناك معايير للتعاقد لبعض الوزراء يعني يأتي وزير يتعاقد مع الشركات يأتي وزير يعني يفتح باب المزاد بشكل علني يعني إذا اليوم اليوم ما لقى الوزير حساب أي يعني مجلس النواب أحتي لك الصراحة أي يعتبر مجلس النواب محطل لحد هذه اللحظة قانون يعني بتاريخ مجال السنوب ولا قانون لحد هذه اللحظة ولا قانون وصل إلى مجلس النواب أو فكر يدير قانون مجلس النواب لحد هذه اللحظة فصل التشريعي نعم يعني ثلاثة واحد باعتبار تقريبا عشرين يوم بعد طيب ينتهي الفصل التشريعي مزيد ولحد الآن أي انتاج لمجلس النواب ما موجود غير إفادات وسفرات بالأمير الفلاني أعتقد هذه لا تسمن ولا تشبع من جوع بالنسبة للمجلس النواب أو بالنسبة للشعب العراقي الشعب العراقي ينتظر من هيئة الرئاسة مجلس النواب عن الشرع لقوانين القوانين المهمة خصوصا في الرعاية الاجتماعية قوانين استحقاقهم في النفط وكما وعدناهم طيب قانون النفط والغاز يعني قوانين أخرى تراعي تراعي الطبقة المعدومة من المواطنين العراقيين أنطي خطوات مهمة في مجال التعيين يعني أصبح حتى الآن أكثر الشباب سيقول لك أنا لا أتعين إذا ما بفلوس يقول لك إذا أفلان تنصب بفلوس ورجع وزير بفلوس تحصل حاصل هذا مجتمعنا ترى لحد الآن خاف ما يدري دكتور عادل عبد المهدي محبط إلى أبعد حد لأن يقول لك أصبح كل شيء بالعراق ممكن بفلوس إذا نواب يوقعون بفلوس إذا أفلان بعض النواب يوقعون بفلوس إذا الوزير يومي ما جاء يدرك السيد عادل عبد المهدي حجم الفساد بس اسمح لا يوجد وزير يغير خلال يوم واحد أربع مدراء وخمس مدراء وست مدراء باي الحكومة الجديدة باي الحكومة الجديدة أنا غير أكو معيار للمحاسبة أكيد أكو أول شيء المسائلة ثم المحاسبة نعم وحقق بذلك إذا عليا فساد لجان من الهيئة النزاهة زين يعني أصبحت الهيئة يراد أن تدري شكت يراد أن يجلس عشر هيئات يلا تلحق على الفساد هذا أجيب ما تلحق ممتلا أستاذ طلال خلني نشوف زميل المخرج إذا طلعنا كلب الأول اللي يسمع أستاذ طلال لأحد الشخصيات في الثامن نسمع الأول زميل المخرج إذا جاهز كلب الأول أنا راح أتكلم أتكلم لك لغة الأرقام أي بله أنا راح أتكلم لك بلغة الشعارات أولا أنا عندما أتكلم عن 63 نائب موجودين في المحور الوطني اليوم مثلا تكلمت أنت عن أسماء بس ما عندهم أرقام تكلمت لي عن القرار العراقي بإسامة النجافي متبقي وخالد العبيدي وخالد المفرجي وطلال الزوب وذولة أربعة الوطنية المتبقين بها يابعي لا وكاظم الشمري قد يصير عندك العدد ستة أسماء أنت تتكلمني عن الوطنية وكأنه ما عنده عشين مقعد وتتكلم عن القرار العراقي وكأنه ما عنده 15 أنا ذولة إذا قدر أستاذ حيدار أو أي واحد من جبهة الإصلاح والعمار يقول ما عادة ذولة الأربعة سنة متبقيين مع الإصلاح والبناء أنا مستعد من هسا أقول لك حاضر بالموضوع اللي تتكلم به أنا أتكلم بلقة الأرقام ما أتكلم بلقة والأصلاح وعمار بجبه ويا أساسا هذه المشكلة هما كانوا بالقرار العراقي أشو بعدين انسحبوا يمكم كذا أنا بنسحب يمكم غير أكو فد موضوع غير أكو فد قضية يلا انسحبوا يا أستاذ العزيز هس المهم عندنا واتسابات أستاذ الله يرضى عليك فضل يا أخو يا حقهم ينسحبون ما مختنعين بالمشروع المالي الوطنية ولا مش مختنعين مشروع القرار الوطني شو نردك أستاذ طلع النحور الوطني يقول لك احنا شكوا واحد من القرار يقول لك ضل بس ثلاث أربع خمس ست سبع نواب مثلا هذا السر أقو فد مازيك تفضل قل لي اسمعك شعب العراق لو أبقى واحد يزيدني الشرف أنه أبقى في جبهة لا نباعت ولا نشاريت لا ننباع ولا ننشار الأسماء الحجبية نعم يعني لو علينا أي ثلمة لا سامح الله نعم لأن حالنا حال البقية أي واحد يقدر يبيعنا ويشترينا أنا اليوم من أطلع أنا مو بالوطنية نعم ولكن أياد علاوي من الرجال يعني وزارته أنت تعرف بيها نعم غير متهمة بالفساد ورجل شريف ونزيه طيب شنو المعيار تعوف أياد علاوي أنت باسمه صعدت بقائمته والناس انتخبتك لأن أنت في الوطنية تروح لقائمة بعضها متهم في الفساد وعلى مود مال تنباعه وتنشره تنشق من أياد أو تنشق من القرار من أسام النجيفي هاي شي سموها الشعب العراق اللي ما يعرفهم شنو ذوله النائب اللي ينشق من قائمته شنو الدوافع أنا خب أجيب لي تاجري اليوم يبيعوا فعلا موجود تجار كل خمسة ستة تعالوا وقعوا نجيب لكم وزارة هذا بيا زمن هذا يعني فوقها يتبجح يحكي يقول لك الوطنية بها بس اثنين أو القرار بها ثلاثة أو أربعة يزيدنا الشرف وإحنا الواحدنا بألف زيان لأن إحنا ما بعنا نفسنا هذا دليل على وطنيتنا ودليل على تمسكنا بأن المشروع الوطني العراقي في مكافحة الفساد إحنا إن شاء الله رح نتبنى وهم نفسهم النواب اللي يقول عليهم 63 أنا أقول لك ماكو 63 يقول لك 63 نحن أغلبية سنية ومثل المحافظات إحنا القرار هسا أكثرهم رجعوا من يوم أمس رجعوا للقرار ويم سام النجيفي نعم و الآن إحنا عدنا اليوم اجتماع بالتسعة معه اللي نشقوا التسعة رح يرجعوا للقرار العراقي اللي سام النجيفي سبق زين و كنت اليوم يوم دكتور أياد علاوي نفس المحور يردون بس يرجعون أياد علاوي ما يقبل يقول إحنا الانشق من عدنا ما يرجع إحنا ما لما كان بيناتنا بعد فشوف يعني بالنسبة لي خلاص ياد علاوي للوطن و اليوم من يجي شخص أنت اليوم تفوز بقاء أنت و تطلع لي غراض مالية شنو المشروع هو أنت من عفته ياد علاوي أو أسامة شنو المشروع اللي عندك أنت احتيه للمشروع يعني نعم أنت حاورت ما قدر يجاوك نعم احنا بالنسبة أن الوطنية و القرار القرار 16 محسب 16 نائب اللي يطلع هذا ما يعتبر نائب من عندنا أو الوطنية كذلك احنا اليوم الاستحقاق الانتخابي والاستحقاق الوطني هو يمثله 왕ام نجيف هو يمثله أياد علاوي نوء طلع و من عندكم أستاذ طلال أستاذ فالع لأيسا و من المحور يقول لك نحن نمثل المكونا السنة ما كو شيء اسمه محور ما كو شيء اسمه محور ما كو شيء اسمه محور بالانتخابات ما كو شيء اسمه محور زين قوائم اجد القرار الوطني الهويات ماكو ماكو شي يعني اسمه محور لعشون وصر هاي القوة مالتهم وصر نوابهم يقول لك احنا لا يمرر اي قانون ولا يمرر اي وزير الا من خلال وجود المحور الوطني ردك هذا بس كلام بدليل انه اش قدرادوا يمررون وزارات قدروا يمرروها على جبهة الاصلاح اش قدرادوا يحققون جلسات ما قدروا يحققون الا دخلنا احنا جبهة الاصلاح انت لا تحكي لبي الارقام يحكيون هم اش كم واحد بالاعلام يطلعون هاي الارقام مواقعية يقول لك ما لقوا وطنية وجو يمني اللقوا الوطنية شن الوطنية لعتهم شن الوطنية يقول لها الوطنية شنو غير يعرفني شن الوطنية الوطنية واحد ينشق من القاعدة يصير وطنية هذا المال السياسي اثر عليهم بالتأكيد هذا لا شك في ذلك وكل نواب يردون يرجعون بصراحة كثير من النواب يرجعون واني واحد من الناس يقول لك احنا جزر احنا في وقت احنا نخدعنا به اريد نرجع لكم يعني بس احنا ده نراجع وده ندرس نرجعهم لو ما نرجعهم حتى السادة السامة عياد علاوي اليوم احنا حوارات بهذا الموضوع لاني نقول يعني الانحرف يعني في وقت يجوز له ربما هم بعد تجي روجه يجوز هم تاخذ نفسها الروجه فبالتالي احنا نحتاج رجال جيد ما نحتاج ناس تنباع وتنشرب الفلوس موضوعة ايضا السيد فارح لا يساوي حتى اختصر لك المحور الوطني يقول لك ما ممكن اليوم جبهة الاصلاح تتنصل عن المسؤولية وعن اي اتهام في قضية تمثيل وزارات الاربعة عشر وزير هناك من يمثل جبهة الاصلاح ردك عدكم وزارات السادة طلال من جبهة الاصلاح او القرار العراقي يعني للأمانة تسألني انا ما ريد اي وزارة اللي قتلتني او لأي كتل في الاصلاح مو بس الاصلاح كلها يقول لك عدكم وزارات ما عدناي وزارات لحد هالله تنفي نفي رسمي ابد نفي رسمي ومو عنفي لي اتحدى واحد يقول عدكم وزارة سواء للتيار الصدري او للحكمة او للقرار او للوطنية او للنصر كلها ما اخذ واي وزارة ما اخذوا كلهم خولين عادل عبد المهدي ازيان والسيد عادل عبدالله ما شاء الله يخولوه يروح يجيب من البناء وزاراء على اساس مستقلين اعطي لك الصراحة هذه الموجودة بس احنا خلنتكلم بواقعية اليوم المشهد انا تسألني انا اميل الى جبهة معارضة قوية في مجلس النواب حتى نقدر نقوم عمل هذه الحكومة لان يحتاج لها عمل معارضة وطنية مو احنا اردن ننكل بالحكومة اردن نقومها ونقويها بالاداء ولازم دكتور عادل عبد المهدي ينهض بواقعة ويكون يعني على قدر هذه المسئولية تحملها امام الشعب العراقي وصوت لمجلس ولو حتى التصويت في مجلس النواب اذا تعيد المشهد ايه جزما نال ثقة عشرين نائب لا زلت مصر استاد طلاج طبعا اكيد يعني حتى قضية اختيار رئاسة المجلس او التصويت اللي صار يشوبه فساد يشوبه لغط يشوبه خلوقات وانت النابل واحد استاد طلال اللي راح ترفع دعوة استاد طلال انا رفع الدعوة اعتقد السنيا او الاحد لا يوم الاحد المرافعة مع رئيس مجلس النواب ايه واني اتوقع يعني القضاء سيقول كلمة الفصل كلمة العدل كلمة الحق هو بعدم دستورية هذه الجلسة وما بنية على هذه الجلسة فهو باطل اي انتخاب رئيس مجلس النواب كان باطلا شو عندك ثقصة طلال انا قدمت وثائق وادلة واضحة جدا يعني مايرادلها نقاش ببعض المواقع الأخبارية ستة الى خمس نقاط خمس نقاط قانونية استاد قانونية ما تخشر رد القانوني ها رياسة برلمان استاد طلال شوف يعني اليوم القضاء رح يثبت للعالم كله بان القضاء هو صمام امان لكل العراقيين لا يسمح بأي صفقات مشبوهة او اي انتخابات تشوبها قضايا غير قانونية بالتالي حاسب اصغر موظف وحاسب اكبر سلطة تشريعية موجودة في البلد ورئيسه في حالة خرقة للقانون وخرقة للدستور ممتاز زميل مخرج نسمع الثاني ان امكن مجلس النواب اجي عن طريق ترشيح طرف سياسي محدد وبالتالي اكو هناك التزامات مع هذا الطرف السياسي محدد نعم قد يقال وقد يكون الى شيء من الواقعية انه رئيس مجلس النواب يحاول قدر الامكان انه يخرج عن هذا الامر وعن هذا الضغوط او شي سميها بس بالتالي الطرف السياسي اللي قل لك ان انا جبتك خليتك رئيس مجلس النواب فبالتالي انت هذا الية يعني استرطالات جبتك خليتك الية يعني هاي النظرة يعني هذا هذا التعميم هل يعقل أن يمارس في البرلمان العراقي طبعا الآن يمارس يعني كل القضايا استخدمها رئيس مجلس النواب قضايا شخصية وقضايا لا ترتقي بأن يكون هو رئيسا لمجلس النواب يعني أبسط المواضيع يعني لا يدرك مخاطرها ولا يميز بالغاية القانونية شيخ صباح السعدي طبعا من النواب اللي يحملون كفاءة جدا ومتصدي للأمانة لقضية الفساد لأنه ياكم له بصراحة استاذ طلال أنت مجامل أنا تريد الصراحة شيخ صباح حتى لو بأي جهة فهو يبقى يعني الأمانة رجل عنده كفاءة ما يسكت على الباطل فبالتالي يعني احنا من انتخبناه رئيس جبهة الأصلاح يعني مو عن فراغ لذلك هذا كلامه يعني التفقية طبعا التفقية حزبي سياسي للجهة التي نصرت هو شيخ صباح عنده يجوز معلومات كثيرة عن ممارسات هيئة الرئاسة ورئيس مجلس النواب ممارسات لا يمكن السكوت عنها وبالتالي رئيس جبهة الأصلاح شيخ صباح يعني جدير بكثير من الأمور القانونية وتحدى يعني رئيس مجلس النواب يعني قابله في أي قضية قانونية يعني عنده الرد المناسب وعلى فكرة يعني من نوع المدني ويحب يتكون هاي مؤسسات بس رئيس مجلس النواب يقوم بزيارات خارجية هذا الدورة أكيد كرئيس مجلس النواب أستاذ طلال أحكي لك الصراحة يعني اليوم البلد بحاجة أن يكون إلى تشريعات إلى قوانين مهمة ينتظر من عندنا شون نضع عاليات للعقود هاي لكلها فساد البيع وشراء المناصر والله أستاذ طلال عفوا بس مقاطعة نحن نتمنى يعني كل الناس أكو تظاهرات بلوصرة المحافظات الجنوبية مشتعلة ما يتجوع أكو ناس عاد طالة بطالة أستاذ طلال لكن ندنشوف يعني قلة قليلة اللي يتحدثون بملفات الفساد والسيد المفرجي السيد صباح الساعدي السيد رامس سوكيني بعض من النواب التركمانيين السيد طلال الزوبعي ذكرتني بالتركمان ليش يعني ليش فقط أنتم تتحدثون يعني ألا تخشون أستاذ طلال هي هنا الموضوع أليس السيد عادل قادر أن يقدم شخصيات وزعامات أم سيد 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 جمهوري يقول شبكة متغذلة لو ما تلاعم هاي أخذها قاعدة اليوم البلد على الهاوية حتيك صراحة يعني ذا من كون هل متشائم اليوم لا لا مو متشائم هاي حقيقة اليوم ذا من الصد لهذه المسألة ويكون النواب الوطنيين في جبهة واحدة لتصدي لهذه الممارسات السيئة التي تهدف إلى نخر هذه الوزارات وهذه المؤسسات فأقرع على العراق السلام يعني اليوم يجب أن تكون هناك جبهة حقيقية معارضة لكل التصرفات التي تشبه فساد سواء في مجلس النواب حتى في مجلس النواب نسمع أنه أكل جان رح تنباع و تنشره يعني هل مستوى وصل بنا يعني لجان نيابية استطلاع شكه جومنا حسب المعلومات الموجودة تجيني أنه أكل جان تنباع و يعني هذه عملية مخزية يعني يعني نحن من ننظر نحن المرات نقعد النواب التي تتحدث بهم نقول هذه نهاية العملية السياسية بسبب هذه التصرفات إذا ما نتلاحق نصحح المسار في العملية السياسية فأنا أقول لك الشارع يعرف كل التفاصيل عشلون اللي جان تنباع عشلون المدير العامي ينباع عشلون فلان إجا عشلون هذا ما أعتقد الشعب رح يبقى ساكت أعتقد ستصبح ثورة كبيرة في العراق بسبب هذه الانحرافات الغير أخلاقية سوى من ناحية القانونية أو من غير قضايا فلا يمكن السكوت عنها أنا قلت لك نفس هذا المنبر قلت لك والله تهددت بالقتل من جراء هذا كلامي وأتكلم بكل وضوح و لا أخشى أي قضية أخرى زين ما دام نحن مؤمنين أنه العراق يجب أن يكون قويا و مؤمنين بأن يجب أن نحمي أبناء الشعب من كل هؤلاء الحيتان الفساد فإحنا بالنسبة أننا يعني مستعدين دمائنا حياتنا من أجل تصحيح المسار ممتاز عضو جبهة الإصلاح علي الشيخ اللي منضوا معاكم في القرار العراقي تحدث و حذر من صعود وزراء جدد بمال سياسي يعني هل يعقل أستاذ طلال أنه السيد عادل عبد المهدي لا يعلم بهذه المحاولات لا يعلم بهذه التحركات تصريح أستاذ علي الشيخ اللي صرح بالي يوم الشيخ علي طبعا من الشباب الأكفاء وتصريح إلا دلائل و معلومات طبعا يعني نحن دعونا نوصل رسائل إلى رئيس وزراء هذا الوزير ترى متهم كذا زين أنت شو تنطي الكتلة من شقة من كتلة أصلية تنطيها وزارة هذا شنو يعني نجمع تسع نواب سبع نواب حتى يجلبون الوزارة شنو الوزارة لهم كية خواه مو كية تشتغلون لهم والله يعني أنت دكتور حيدر العبادي يعني مئة مرة عائدها نعم عائد العبد المهدي نعم حيدر العبادي بوقتها نفس الطريقة أكو رئيس كتلة الآن والآن يمارس نفس الممارسات نجح بها بس حكومة حيدر العبادي اشترى 17 نائب والله منطى مدير عام ولا منطى وزارة يعني رئيس كتلة سنية طبعا بس وصل لرسالة وصلنا لرسالة الحيدر العبادي قلنا لذول النواب منشقين وذول اشتراهم بالفلوس فمباشرة ما منطى أي استحقاق وزاري اعتبر الكتلة الكتلة على استحقاقها الانتخابي الكتلة التي تطلع بالانتخابات الها 21 الها 16 16 17 نقطة رأس هذه حقيقة ما يسمح بالبيع وشرة الآن شو كل كتلة انشقت كل خمسة ستة اجوا تعالوا وقع لريد وزارة يتفقون خمسة ستة وتاجر يرعاهم يقول لك هاي الوزارة العقود الي انت تدفع هلقد انا ادفع لكل نائب هسا مقدم ان هلقد يعني اذا احنق بناها رؤساء الكتل يعني وتحدى رؤساء الكتل كلهم يعرفون بهذه المعلومات وكلها ساكت ليه ساكت انا اقول لك اذا ساكت معناها راضين على هاي التصرفات والعراق ذهب الى الهاوي ولهذا احنا جبهة الاصلاح نسعى انه نكون جبهة معارضة ورح نكسب كل الوراق بشعب العراق جبهة الاصلاح منودي يبيع ويشتري بالوزارات جي جبهة الاصلاح متجهة نحو المعارضة طبعا زين جلسة باشر باشر خميس ان شاء الله يعني قضية تمرير العدل والتربية التربية خرجت من المرشحة السابقة لان ما صوتوا احنا شفنا تصويت استاطلا بس شنوها المفاجئة بانه رئاسة البرلمان لم تصوت ولم تمرر ونواب لم يمررون هذه المرشحة لان وصلتنا معلومات كذلك هي تابعة للنواب مشقين وجبهة الاصلاح يعني كان موقفها شجاع واضح بكسر النصاب وعدم تحقيق هذه المؤامرة الكبيرة على الشعب العراقي مؤامرة انا اعتبر اي جهة تنشق من كتلة ويمنحوها استحقاق وزاري اعتقد هذه يعني مو حقيقة ومو صححة تمرر غير المرشحة وزارة التربية راح يغيروها سيد عادل عبد المهدي حسب معلوماتي راح تتغير تتغير واكيد يعني لازم تتغير هذا امر لا بد من رئاسة الجمهورية استاذ طلال تدعو الى استكمال الكابينة انتو تدعون الى الكابينة البناء الى الكابينة انا عندي تصريح للمقرب والسياسي المستقل استاذ ليث شبر عندنا تصريح نشوفه قلنا نرجع لك نشوفه زميلي احمد وهناك حملة تواقع جمعات من السيد خارد العبيدي الفرجي النواب ايضا سنة ونواب من سائرون وسيد طلال الزوبعي هنا بالثامنة قالوا ان اكو وزراء الثاني ثلاثة عليهم ملفات وعليهم كذا صح هذا مهم وصلناه لسيد عادل عبد المهدي وصلت له نعم وصلت له الرجل وانا اعتقد يعني يجب ان يمارس مجلس النواب دوره الحقيقي بهذا الموضوع حتى يكون هو ايضا ورقة ضاغطة لانه انت شون تقدر تحاسب رئيس الوزراء يوم ما غاد اذا ما انت على الاقل تقول له هذا الطريق اذا ما مشيت بي انت هذا الطريق فنعتذر لازم نقول لك انت خطاعت في هذا الطريق استاذ انت سمعت يعني معلوماتكم مصلة تواجهت احنا الواجب رجل يعني احترف بالحقيقة وهي هي عين الصواب بس انا عندي فقرة انه رئيس الوزراء المفروض هو يتحرك يرسل الى مجلس النواب يقول ذول الوزراء من التهمين بالفساد وذول من التهمين بالارهاب اتفضلوا يا مجلس النواب قيلهم بذاك الوقت اذا مجلس النواب ما قالهم يعني يصبح مجلس النواب تحت دائرة الخطر يعني ضمن دائرة الخطر الخطر والخيانة طبعا في هذا بالتالي يعني المفروضة هسا الان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو يقوم بهذا الواجب يعني قبل كان يتخوف من انه الكابينة ما تستكمل ويصير عنده نقص وينحقق النصاب الى آخره فبالتالي اليوم اعتقد ما رح يخشى من هاي المسألة يجب ان يكون حدي في هذا الموضوع ويرسل للأسماع حتى نقيلهم يعني قيلوهم طبعا الاجراءات مواشا استاذ طلال بالوزراء اللي تحدثت بيهم سابقا اتصالات شباب ورياضي عن هالوزرات اعتقد يعني احنا خصوصا جبهة الاصلاح دنعد ملفات لاستجواب وزراء يعني عدة وزراء في هذه الحكومة بسبب يعني توغلهم بكثير من القضايا يعني اولا ما يراعون المعيار في التعاقد اثنين في التنقلات المدرع العامين المحافظة على هذه المؤسسات بشكل كبير من الاولويات المهمة لدينا طيب فبالتالي الوزارة هي مو يعني لحزب معين او لجهة معينة او لشخص او لفلان وصلت الى مرحلة استاذ طلال سيد مشعان الجبوري تدري الموضوع اللي صار وقضية نشر المحادثات اللي حصلت بين زعامات ونواب يعني لم يتخذ اي اجراء رغم هذه الرسائل والدلائل اللي صارت بالواتساب اللي حضرتك طلعت عدي أي بلد كانت فضيحة ورئيس مجلس النوابي استقيل الدنيا تستقيل بس للأسف أصبحت هذه الظاهرة عندهم طبيعية فبالتالي إذا لم تكن هناك ثورة من نواب وطنيين شرفاء في هذه المسائل تصدي لكل ما يخدش سمعة العراق وما يخدش المراكز القيادية في العراق نرى نحن اليوم مسؤولين عن أن تكون واجهة العراق مهمة سوى في مجلس النواب في رئاسة الجمهورية في رئاسة الوزراء أي خدش في سمعة أي واحد من هؤلاء الرئاسات هو خدش لكل العراقين بالتالي احنا عدنا ملاحظات كثيرة على الرئاسات يجب أن يكون هناك دور فعال لرؤساء الكتل للأسف كثير من النواب يعني لحد الآن مقيدين برؤساء كتلهم ويدرون على خطأ يقول لك احنا تحررنا من زعاماتنا لا هذا التحرر تحرر أحكي لك يعني السيدة وسامة النوجي فيه يعني خال الكرب ملعبكم مو تصوتون كيف نعم شوف أستاذ سامة بالنسبة له احنا خصوصا احنا القرار المتبقين يعني بالقرار الموجودين في هذا يعني هدفنا هو يعني خصوصا أستاذ سامة يدفع باتجاه نكون معارضة يميل أن نكون جبهة معارضة وعدين البرنامج هذه المعارضة لا تشكل عقبة قدام قوانين الناس غدمة الناس أستاذ طلال احنا هاي القوانين احنا نمشيها لا تصدق هؤلاء الجهة الأخرى رح يمشون أي قانون كلهم منشغلين بمصالح خاصة ولا يراعون أي حق من حقوق الشعب العراقي نعم فبالتالي هذه الجبهة ستكون هو صوت الشعب الحقيقي جيد أستاذ هايثم الجبوري أمس أيضا كان ضيفي يقول أنا في 2007 يتحدث ضابط عسكري يقول أنا كنت ألاحق أحد الشخصيات في ذاك الوقت بتهمة الإرهاب وبتهمة قتل يعني قل إياها وقال أنا أقولها للشعب العراقي والفيديو موجود أستاذ هايثم أستاذ هايثم يقول الآن هو وزير يقول الآن هو وزير يقول بال2007 كنا اللاحقة كانت علي ملفات وغيرها يعني أين وصل الحال أستاذ طلال في قضية وجود ناس متهمين ربما بملفات فساد ربما بملفات إرهاب وغيرها أستاذ طلال ما إحنا أكدناه حتش نار من بركرم الشريف نعم نحن بالنسبة أنه نحن مستغربين من إجراءات الرئيس وزرالي أشي أقول لك العملية السياسية واصل الهاوي عنده حقائق ودلائل تشير على متهمين بالإرهاب و متهمين بالفساد شي واضح ومشتريته كتلة سياسية يعني قريب لكتلة سياسية وين أكو هيتش بلد يعني وزير يعني وزير حتى الوزير مدير مكتبة يجيبه من خالة بن عمه ومن جهة عزبية إلى متى تبقى الأمور على الوضع هذا يعني لحد الآن لم يحرك ساكن دكتور عادل عبد المهدي يعني أعتقد حتى خطابة موجه على تسأله على بيع الدرجات وبيع الكذا المفروض ينتفض يعني المفروض يحشد هيئة النزاهة ديوان الرقابة رئي جهات الاختصاص يضع آلية التعيين آلية حقيقية لضمان تشغيل العاطلين يعني لحد الآن نحن شدنا متأملين بخير أنه رجل اقتصادي رجل رح يسعى لفتح مجالات كثيرة في العراق ولكن للأسف لحد هذه اللحظة وزراء ما قدر يكمل كابينته بسبب عدم تحرره من الكتلة السياسية ضغوطات ويستجيب للضغوطات لجهات معينة وهذا طبعا الصراح من المؤشرات نخشاها أنه المؤشرات التهوي بالعملية السياسية أو تنهي موضوع العملية السياسية أفهمي كلامك أستاذ طلال أنه محور حلقتنا على التركة الثقيلة لسيد رئيس الوزراء يعني ما رح نشوف هناك شخصيات ما عنده تركة ثقيلة كان حيدر العبادي وضع العراق على المسار الصحيح من ناحية انتصار القوات الأمنية لجنة النزاة السابقة حضرتك برئاسة قدمت ملفات فساد قدمنا ولكن يعني نحن نقول لك نحن نطينا الطريق الصحيح روح يشتغل روح يشتغل خلاص هو لو نكمل طريق دكتور حيدر العبادي كان أمور العراق بخير الآن أحتيك الصراحة ولو تقول لي آني أقول لهم صوتين لحيدر العبادي لولاية ثانية هو هذا نجاح العراق القيادات السنية في القرار العراقي لا تمثل رؤية المكون السني في المحافظات المنكوبة هكذا تحدث النواب في المحور الوطني أستاذ طلال رد عليهم أحد النواب أستاذ حيدر الملة في وقتها ناب السابق وأيضا على الشيخ الذي تحدثنا به قبل قليل قال لا نحن القرار العراقي نحن نمثل المكون في جبهة الإصلاح المنظوي تحت جبهة الإصلاح والأعمار نحن لم نصدق اليوم اليوم مشاريع عقل أحتي لك الصراح والله هذه العملية أصبحت مخزية أنا مثل المكون السني إذاك يمثل المكون السني يقول لك إحنا هم موجعنا وجماعة وراحة أنا أسألهم سؤال إيه سؤالك موجع إنت تقول ممثل المكون السني إيه قدمت للمكون السني يقول لك هم ما شقدموا هاي بيوتهم كلها مخربة هسا إنت تقول أنا عند السلطة وأنا خطر رئاس مجلس النواب وآني الوزارات كلها جبتها وإحنا موقعين كذا نائب وإحنا الأغلبية لا الأغلبية إنت أخو ما تحتي يعني الشعب يريد في هذا منطق وفعل يعني صدق بي يعني طيب يعني إجراء على الأرض اليوم أنا من تسألة تقول لك إحنا ممثلين للمناطق المحرر هاي أعتقد يعني الشماعة أصبحت يعني يعني مستهلكة هاي مستهلكة الاستخدام يعني أروح أطلع الناس من الخيام أروح اليوم إحنا إحنا رأي أقول لك إحنا نقول لك ممثلين لكل العراقي بما أنه إحنا من المكون السني إحنا دي نقول هناك خطر حقيقي في هذه المناطق الخطر الحقيقي أنه ما زال الظلم موجود على هذه المناطق الظلم اللي كان موجود في الاعتقالات العشوائية وابتزاز الناس ما زال موجود وهذه الأسباب هي التي أدى الظهور داعش وإحنا نحذر طبعا الرئيس وزراء أن يتعامل بكل حزم في هذه المناطق خصوصا في الملفات الأمنية بأن هناك خروقات كبيرة وهناك تعدي على حرمات المواطنين في الموصل إلى الآن لحد هذه اللحظة وهاي الأسباب هاي الأسباب تنظر بخطر يعني اليوم هاي الأسباب هي الدفعة ظهور داعش الظلم والتهميش والإقصاء وابتزاز وإعتقالات عشوائية أعتقد اليوم إحنا يجب أن نذهب إلى مرحلة جديدة بعد الانتصار على داعش يجب أن تكون هناك يعني عفو عام وكل العراقيين رفع شعار عفو الله عما سلف ونبدأ بداية حقيقية صحيحة لبناء هذه المناطق ممتاز وبناء بلدنا بما ينسجم مع التطلعات الوطنية جاي لا ينسجم مع مصالح بعض النواب نقول أنا مثل فلان حتى هاي اليوم التمثيل هو هو بإداء عملك ما رح نشوفه سيد طالع الزوباعي مع المحور الوطني بكل صراحة هذا إلا تنقلوا بالدنيا زيل لم نشوفنا احنا آخر شيء سيد ظافر العاني كان ضيفي أيضا في الثامنة قال والله أنه يلمح احنا أصحاب مبدأ وبدليل أنه هو يعني ما نغير مبدأني يعني احنا القرار القرار ممتاز الوطنية الوطنية احنا سائرين على طريق أن نكون نعدل مسار الوضع ونصحح من المسار بالعكس اليوم إقبال النواب على القرار وعلى الوطنية لا تصور شيء سهل يعني بدليل أنه اجتماعات سامة ووياد علاوي أنه هل يقبلون يرجعون بعض من هؤلاء النواب حتى سماعة السيد عمار الحكيم سماعة السيد صدر كلهم يعني هؤلاء سؤال يعني نواب حافظوا على المبدأ نواب عندهم فعلا قضية اسمها العراق المحافظة على العراق وممتلكات العراق أستاذ طلال يعني وصلتني كثير من الرسائل الحقيقة أتمنى تخدمنا بها في أي مفاصل تتحدث شكل الفساد الأكبر في أي وزارات أمس كان مع أستاذ هيثم قال بتجولة تراخص النفطية المنافذ الحدودية الصرف ودولار وغيرها يعني أنا أتفقوا يا أستاذ هيثم بهذا المسألة المسألة واتفقوا يا يعني كثير من الوزارات اليوم فيها فساد كبير وبدليل أنه الدورة السابقة كان أصدار أكثر من 18 بحق 18 وزير أوامر القاقبض طيب تقريبا 267 مدير عام 9 وكلاء 5 محافظين هذا رقم يعني كبير يعني ويجوز بأي بلد لو هاي الأرقام موجودة كان صارت بي حتى بقطع الطيران أستاذ بالتأكيد خصوصا وزارة النقل وزارة النقل كثير من الوزارات اليوم يحتاج ليش أقول لك يحتاج حتى بالوكالة استاذ وزارة النقل وطيران وغير هاي موضوع الوكالة طبعا بحد ذاته أي اليوم يجب المراجعة وصلتنا معلومات بين وكالات آخر فترة يعني للأسف يعني قامت تنباع لكثير من الشخصيات بالتالي نحن يجب الإسراع بهذه العملية وضع ليش أقول لك المفروض مجلس النواب ينشغل بقضايا مهمة تخدم الشعب العراقي خصوصا اليوم وزارة النقل عنده موظفين يدعون على تعينات يجب يدراجها في مجلس النواب عندك المحاضرين عندنا حضر النقل أيضا عندنا حضر جوي استاذ لا لا اليوم عندك كم هائل من المحاضرين شنو دنبه محاضري يعني يدرس مجانا أو يأتي للتعين ما يتعين احنا أولوية اليوم للمحاضرين يتعينون هاي من أولويات المفروض العمل نضع خطش كم محاضر عندنا بالبلد كلهم يتعينون في تصويت واحد في مجلس النواب ينتهي الموضوع وصل البيع وشراء لهذا الموضوع استاذ والله اعتقد وصل يعني أجيب طبعا البلد الرأس يجب أن يكون نزيه زين ويحافظ على نزاة البلد جيد فبالتالي يقول لك حتى العسكر يقول لك الوحدة بعمرها احنا من نقدر احد النواب يتحدثون بهذه الدقاق الأخيرة يقول لك احنا من نقدر نشكل اللجانة النيابية ومن نقدر نصوت على قانون ما لم تستكمل الكابينة الوزارية والفريق الوزاري لا مشهر العلاق له مشهر لا ما لعلاق لأيش ما تتحدثون يا حلبوسي احنا كنا يا بقعود تعال صوت النار احنا كنا يا دكتور سليم اللجان حسا شغاله كبير السن هو يدير أي لجنة كل شنو يدير أي لجنة وشغلة طبيعية يعني القوانين موجودة في القانونية زين ويقدرون يمشون قوانين هذا التعمد أستاذ طلال الله يخليك عدم استجمال فريق الوزاري هي حجة شماعة أحشو يا رئيس البرلمان هاي شماعة هتكون فساد كثير شو ما أحشي لك فضل للأمانة هيئة الرئاسة أعتقد لحد الآن ما أحشتها أي خبرة قانونية هيئة الرئاسة بالتالي هاي الخبرة القانونية أنت يجوز كل مجالس النواب في كل العالم إذا ما عندها خبرة قانونية وعند دراسات في مجال التشريع وصناعة القانون هاي كلها قضايا مهمة طبعا اليوم مجلس النواب ليس سلطة تنفيذية حتى تكون شخصية جديدة شخصية تقدر تتحرك إلى آخره الخبرة في مجلس النواب ضرورية جدا الخبرة في المجال القانون التشريع حاجة الناس الأسمع من كل الأطراف شنو القوانين تلامس جراحات المواطن شنو أقدر أوصل حاجة خصوصا اليوم الوضع الصحي في العراق منهار أو كثير من الأمراض اليوم الناس تعاني من عدل نقدر نضع خارطة طريق للعمل في هذا المجال اليوم أدفع ما عندي مثل إلا لجنة الصحة أدفع مجلس النواب نقولهم يا بلد في خطر اليوم المستشفيات عملها غير جيد غير جيد وغير مقنع للمواطن العراقي المدارس اليوم تفشي بيع أسئلة إلى آخره ملاهج تربوية وغيرها إلى آخره طباعة الكتب كل هاليوم أضع جدولة بها وأبدي أعمل بهذا الاتجاه حتى صحح مسار حقيقي للبلد ممتاز أستاذ طلال معلوماتك على الدفاع والداخلية أيضا أكد لك النواب وأنا أكد لك موضوع مثل المعلمين والمدرسين يجب أن تكون لهم رعاية خاصة يعني بكل بلدان العالم نحن لا نطلع مجلس النواب يعني أكثر طبقة يهتمون بها هو المعلم والمدرس نحن للأسف يعني المفروض أسوى مجمعات سكنية للمدرسين والمعلمين هذا مرهون بالوزير الجديد أستاذ طلال حتى شنو ينطي كفاءة للمعلم أنت اليوم المدرسة هي رح تربي لك الجيل أنت إذا تريد تحافظ على جيل وطني جيل صحيح علمي أنت تهتم اليوم اهتمام الكبير بالمدارس يعني اليوم يعني نصور مدارس من طين يعني وين فلوسنا راحت يعني هذا عمل يعني مخزح جيك الصراحة جيد أستاذ طلال معلوماتك على الدفاع والداخلية نواف البناء ونواف المحور يقول لك إحنا كمحور لن يمرر وزير الدفاع من مرشح اتلاف الوطنية نفس كلام السيد فارح العيساوي هاي المشكلة السنية السنية شون ندر نبككه ولن يمرر إلا بصق غفران من هيئة الرئاسة من هيئة رئاسة المحور الوطني كنواب إحنا سنية يقول لك إحنا عندنا ضباطة كفاء إحنا اللي علينا نقدم أسماء المرشحي وزارات إيه والله أنا جبتك حق الرد الرشيد فالحط لك المنبر أنت والزملاء الآخرين في المحور الوطني والقرار حقيقة أكلوبي موجود في بيع وشراء الوزارات إحنا ما رح نسمح له طبعا ورح يجي وزير شريف ونزيه وأتحداهم إذا فاسد يقدر يوقف بوجه إنسان شريف ونزيه ورح يجي هذا الوزير ونصوت له على رغم أنه في كل الفاسدين الموجودين والعصابات الموجودة في في الكواليس السياسية الموجودة إحنا شوف أحكي لك ضامن أستاذ جاءت حجب ثقة طبعا ضامن من رح يجي من رح يجي من رح يجي من رح يجي إحنا شوف أحكي لك المرشح شوف أحكي لك تسريبات إحنا بالنسبة ما رح أقول لك الاسم دي قل لي بالله ما أقدر أقول لك أحنا ما نستاهل لا لا تستاهلون بس أنت تعرف أكو خلاف يعني في هذا الموضوع بس صدقني هو يقول لك أنا نحب أياد علاوي أي أياد علاوي رح يجيب الوزير شريف ونزيه و الما يقبل يصوت عليه في مجلس النواب ما أعتقد ما يقدر يعني يطلع خليه يطلع من الجلسة لا يصوت له إحنا عدنا نصاب كامل زين وأكو جبهة وطنية فعلا لمساندة كل الوزراء الشرفاء ويجي الوزير الحقيقي مو هاولا الوزير العقدة ويا صفقات وباع واشترى ومن أكثر من شخصية على فكرة يعني يجيز خمس شخصيات ستة يعني هم خضعت للكتابة الصكوك في بعض أروقة الكتل فبالتالي إحنا طبعا الراقب وما نسمح في بيع خصوصا نكتشفهم إيش وقت إيش وقت مواطسين جملك لا لا استاذ أحمد احنا قلت لك كل المعلومات عندنا وعندنا استجوابات لوزراء وكل الأدلة موجودة ولكن الريد بس نخلص من هاي مثل ما تقول الشماعة سميتها كابينة الوزارية وذاك الوقت رح نشوف جبهة الإصلاح وما ستعمل في مجلس النوار ممتد رسالتك الأخيرة هل تعتقد أن الكابينة ستمرر بالأسماء يعني بخلاف الداخلية سيحسم أكو بودلاء سيد هيثم الجبوري قال أكو البديل شيروان الوائلي كما يتحدث هيثم الجبوري يعني ربما لو رفض الفياض نعم شيروان من الشخصيات الوطنية المحترمة جدا يعني يعني المقبولي قصدي يعني الفياض سيمرر في جسد غد يعني كان زمين في لزنة النزاهة كان من النواب المحاربين للفساد الفعلي جيد وإلى كتابات وإلى طبعا هنا سؤال يعني راح سر ممتاز هل هناك رغبة نيابية بتمرير الأسماء المتبقية هجرة عدل تربية لو تستغير كلها تقولي على الشيروان أكيد يمشي يعني ممتاز الفياض ربما لن يمرر أعتقد يعني موضوع الفياض يعني هم إلى حق يدخل في مجلس النواب سوال وزير التربية النال الثقة فهو ماشي الأسماء المتبقية عدل تربية أكيد اليوم لا اسمح لي اليوم الهجرة تغيرت بعد ما نالت الثقة أي فبالتالي ما رح تجي يجي غير اسم يعني النال الثقة يعبر ما نال الثقة يعبر ممتاز أستاذ طلال استقالة السيد أيضا بعده بقضية النية يعني تدار الآن تدرس استقالة سيد عادل عبد المهدي لا بقت بالوكالات وإذا بقت هذه الوزارات على طبيعة الخلافة أحنا أول جبهة الإصلاح سنقيل إذا استمر بهذا النهج طبعا هذا تهديد أعتبره مو تهديد لا نحن نريد يكون حازم ويكون شجاع ويصدى لهذه الملفات الفساد ويكون على قدر هذه المسؤولية الكبيرة وينظم مسار عمل المؤسسات ورح يشوف أننا أخوته ودعمينه بكل قوة ممتاز شكرا جزيلا أستاذ طلال السوبعي النائب والقيادة في القرار العراقي شكرا لحضرتك وشكر موصول لكم سادة الكرام نشوفكم إن شاء الله الباجة الخميس إن شاء الله أسبوع الله السلام عليكم وإلى اللقاء شكرا جزيلا السلام عليكم وإلى اللقاء